اشتركوا في القناة منتخب البرازيل بيتعادل تعازل ايجابي واحد واحد مع منتخب سويسا وبالمناسبة دي تاني مواجهة بين الفرقين في مصابقات كأس العالم بتنتهي بنفس النتيجة هي تعازل ايجابي الاولى انتهت اتنين اتنين وديد بنتهي واحد واحد طبعا في البداية يعني هنبدأ مع حضراتكم عندنا الفقرة الاولى هي فقرة الاخبار بعدها هيبقى موجود الفقرة التانية فقرت اليوم وغدا بنستعرض فيها مع حضراتكم مباريات اليوم ومباريات غدا وترتيب المجموعة اللي بيتلعب فيها مطشاط اليوم اما الفقرة التالتة طبعا هي فقرة على التليفون من روسيا بيكون معنا يعني بعض انقاد الصحفيين والرياضيين اللي موجودين من روسيا عشان يقولولنا اخر الاخبار اللي بتخص منتخب مصر وبتخص المنتخب او المنتخبات الاخرى بشكل عام اما طبعا الفقرة الرابعة وهي حكاية حكاوي المونديال زي ما حضراتكم عارفين بنختار حكاية وبنعرضها لحضراتكم وزي فقرة انبالح لما كنا نتكلم على كريستيان ورنالدو اما الفقرة الخامسة وهي اهلاوي في المونديال بنختار لحضراتكم لاعب في الاهل يشارك في المونديال 34 او في المونديال 1990 والاثنين بالمناسبة كانوا في ايطاليا اما الفقرة السادسة هتكون المونديال في الشارع وابنستعرض اهم الاراء المتواجدة مع الجمهور المصري الخاص زي طبعا ما احنا معاودين حضراتكم عن منتخب مصر والمواجهة المرتقبة مع منتخب روسيا او على المونديال بشكل عام اما الفقرة الاخيرة النهاردة يسعدني ويشرفني ان يكون معايا زميلي واخويا كريم سعيد رئيس تحرير موقعي اللاكورة.com وايضا مقدم ومزيع برنامج العين الثالثة قبل طبعا ما نبدأ مع حضراتكم بفقرة الاخبار هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدأ مع حضراتكم اقلام بحضراتكم من جديد وفقرة الاخبار اكيد نبدأ بمنتخب مصر نبعثة المنتخب تتوجه من جروزني الى سان بيترسبرج لمواجهة منتخب ان شاء الله مصر وروسيا تحكميا اما وكيل اعمال محمد صلاح يعلن جهزيته عبر تويتر كتب رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح ان محمد صلاح ياسفت يعني هو جاهز للمباراة 100% بس ده مش معناه تصريح من مستر ريكتور كوبر عشان الناس اخدت الكلام انه على سبيل المثال مباراة ارجوي قال ان هو جاهز بس ما قالش ان هو يشارك فبالتالي شوفنا امام حضراتكم دلوقتي محمد صلاح هو بيشارك بصفة جدية 100% وشارك في التدريبات يعني التحم وجري وعمل اسبرينتات ولعب كرات عرضية وشارك في كل التدريب وبالتالي ان شاء الله يكون موجود ويمثل لمنتخب مصر كوة كبيرة جدا جدا في مباراة منتخب روسيا اللي انا شايفها من وجهة نظري منتخب متواضع يعني كسب نتيجة او كسب نتيجة كبيرة فبالتالي ممكن يكون الناس شايفة ان النتيجة بتاعكس المستوى انا شايف طبعا النتيجة ملاش علاقة بالمستوى لكن هو مستخب السعودية هو اللي كان مش موفق فيه هذه المباراة محمد صلاح بيتقلق في ميران المنتخب قبل مواجهة روسيا زي ما حالاكم شايفين هو ده ميران المنتخب اللي كان نهارا سانتويترزبورج وبالتالي محمد صلاح شارك فيه التدريبات بالكامل ربنا يفق ان شاء الله يعني ويكرمه ويقدر ان المنتخب مصر يخرج من المباراة بثلاث نقاط طبعا زي ما احنا مكملين مع اخبارنا تدريب التحامات لمحمد صلاح في ميران المنتخب استعدادا لروسيا بقاله فترة ممكن ثلاث اسابيع ما فيش اي التحامات من طبعا خروجه في مباراة ريال مدريد اللي كانت في دوري ابطال اوروبا اما الاستاذ لهاب لهيطة الحضري حزين بسبب الدكة لكنه لم يفتعل ازمات اكيد مهم جدا للكابتن عصام الحضري كابتن المنتخب الوطني انه اكيد شفناه وتابعنا عبر طبعا موقعه الرسمي تويتر انه هو اتكلم وقال كلنا ايد واحدة وبالتالي بيشد من ازر زميل ومن ازر محمد الشناوي طبيب المنتخب احمد فتحي سيشارك في مباراة روسيا كان فيه لكن طبيب المنتخب بيؤكد ان احمد فتحي سوف يشارك فيه مباراة روسيا ان شاء الله من البداية احمد فتحي من القوى ضربة ولابد من الاستعانة فيه او الاستعانة بيه من بداية المباراة بشوانس هاني بريدا بيرفض معقابة الشناوي لرفض وتسلم جهازة افضل لاعب حوار كبير مالوش اي لازمة تم اثارته النهاردة على مواقع تواصل اجتماعي اللي بيحصل ان الفيفا يعني عملت غلطة بالتالي صلحت الغلطة اللي افتعلتها طبعا يعني راعي من احدى الرعاة هو بيسلم جهازة افضل لاعب فيه المباراة بالشكل اللي الشركة بتنتج بيها منتجاتها الشركة دي عاملة عاملة طبعا يعني بعض المنتجات اللي بيكون فيها كحلو بالتالي يعني مأجر الحديث فيها باستفادة مع ضيفي كريم سعيد اللي يكون موجود معي علشان اتكلم فيها من كل وجهات النظر مورينيو منتخب مصر قادر على هزيم روسيا الاستاذ اهاب لهيطا كوبر ليس نادما على استبعاد المهاجمين اكيد كوبر عنده وجهة نظر مش بيغيرها ويكون عنده قناعات صعبة جدا جدا ان اي حد غيرها وده التعليق قناع على انه مسافر برأس حربة واحد اما تريزيجيلي سام موسي طبعا بيتكلم معاه وبيكتب له وقول له بحبك عشان انت رأى اكيد طبعا سام موسي وتريزيجيلي سام موسي شارك في المباراة الاخيرة وهو كان احد اخترات هكتور كوبر هو مصمم عليه يعني زي ما بقول حضراتكم حتى لو كل ناس اتكلمت على ان مستر هكتور كوبر في لعيب ما ينفعش ياخده او هم متحفزين هو عنده قناعات وهو عنده وجهة نظر وبالتالي سام موسي كان من العبيد اللي مستر هكتور كوبر حارب عليه وضمه وكان موجود معاه وشارك في مباراة مصر الاخيرة مكان طرح حامد مستر هكتور كوبر بيعقد جلسة مع عبدالله السعيد من اجل الهجمات المرتدة ان شاء الله هتكون يعني سلاح فعال في مباراة مصر وروسيا استغلالا للمساحات مع سرعة تريزيجي ومحمد صلاح روسيا تستعين بجهاز التنبؤ بالتقص بعد اصابة مشجيع المونديال بامرات صدرية زي ما احنا عارفين ان الجو يعني جو متقلف في روسيا فيها حتة برد جدا فيها حتة الجو معتدل لكن احنا عارفين ان روسيا في العموم من الدول البردة وبالتالي بدأ انهم يستعينوا بالجهاز علشان يعملوا توعية للمشجعين المتواجدين في المونديال استاذ ذهاب لهيطا لا نضع فيه حساباتنا تعاطف الحكام مع روسيا صاحبة الارض وده امر طبيعي جدا جدا وامر وارد يعني طبيعي جدا ان ما فيش حاجة اسمها الحكم تعاطف مع صاحب ارض او جمهور احنا شفنا الحكام بسم الله ان شاء الله مستويات رائعة الحكام كلها بتؤدي يعني كل الحكام فت اليق بدنيا على اعلى مستوى كل الحكام الحكم المساعد الحكم الرايا حكم اللي بيكون في منطقة تقنية الفيديو كلهم على اعلى مستوى اما كولاروف لاعب روما وصاحب هدف الفوز اليوم في مباراة سربيا وكوستريكا طاقعت ان اسجل الراكل الحرة في شباك كوستريكا اما مداري كوستريكا الامر يزداد تعقيدا وفرصنا في الوصول الثمن النهائي باتت اقل ده بعد خسارته من منتخب سربيا امره طبيعي جدا كمان منتخب سويسرا بيتعادل مع منتخب البرازيلا وبالتالي كوستريكا الدائرة اللي بتحاول انها تخرج منها بتدي عليها وفرصها في الصعود لدور الستاشر او يعني بتبقى اقل بكتير من كان خروجها بنتيجة ايجابية اما المكسيكي ماركز يدخل التاريخ المونديال بمشاركته الخمسة على التوالي فيها النهائيات ماركز طبعا لاعب برشونة السابق خمس مشاركات في كأس العالم اكيد رقم كبير جدا وتاريخ بيستاره لنفسه في كأس العالم 2018 في روسيا ماركز عن 39 سنة هو اكبر لاعب بيشارك الحضري لو شارك في اي مباراة من مباراة منتخب مصر هيكون هو اكبر لاعب بيشارك في المونديال لكن ماركز حاليا بمشاركته النهاردة امام منتخب المانيا هو طبعا ماركز كمان في ميزة ان الخمس مرات اللي شارك فيها مع منتخب المكسيك كان كابتن في الخمسة في الخمسة كاس عالم اللي شارك فيهم كي طبعا شرف لأي حد وشرف طبعا لمركز الفوز على بطل العالم لا يعني الا ثلاث نقاط طبعا يعني يوكيم لوف مدرب المانيا خسارة المباراة الاولى هو امر مخيب واليفر كان الاسطورة الالمانية وحارس مرمى منتخب المانيا من حصن حظ المانيا ان القاء المكسيك انتهى بهدف واحد هنتكلم ايضا باستفادة عن المباراة بشكل فاني طبعا مع كريم سعيد وتيسير الجاسم يتعاهب بتصحيح مصار المنتخب السعودي في مونديال روسيا اما الفيفا مباراة اسبانيا والبرتغال حققت اعلى نسبة مشاهدات في البطولة حتى الان امر طبيعي جدا يعني نجوم عالم بيلعبوا في مباراة واحدة فبالتالي لازم يكون اعلى نسب مشاهدة لكن اعتقد من وجهة نظري ان مباراة المكسيك والمانيا ممكن تكون حققت مشاهدة عالية من حيث المتعة والإصارة شفت النهاردة يعني سرع المباراة وفيتش ثانية ومن وجهة نظري دي تاني اقوى مباراة والاتحاد الدولي لقرة القدم يؤكد نجاح تقنية الفيديو في كأس العالم 2018 يا جماعة على فكرة تقنية الفيديو دي مش حاجة الحكم لازم يستخدمها لا ده هو لو في لعبة معينة هو مش متأكد من صحتها هو اللي بيطلب ان هو يشوف تقنية تقنية الفيديو لكن في ناس فاكرة ان التقنية الفيديو ان في حكم برا بينبه الحكم او بيقول له لازم تعمل كده لا هو ممكن ينبهه فهو ليه لكن الحكم الساحة او حكم الرئيسي هو صاحب القرار ياخد بالقرار اللي بيتقاله او لا فلا هو في الاخر هو المسؤول عن خروج المباراة بشكل صحيح اما رسميا احتساب هدف فرنسا التاني في شباك استراليا كهدف عكسي وليس باسم بول بوكبا كلنا لما بنشوف في التلفزيون حاجة ولما بنشوف في الاعداد والفيسا بيكون لها حساباتها بتبقى حاجة تانية خالص اما دي 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 شامب مدرب منتخب فرنسا يطالب انتوان جريزمان بتقديم المزيد لمنتخب فرنسا ولينيل ميسي اتحمل مسؤولية تعادل الارجنتين مع ايسلندا وكريسبو نجم الارجنتين ايضا بيتكلم على ميسي ميسي ليس مارادونا لا يمكنه الفوز بكأس العالم بمفرده عندنا علامات استفان كتيرة جدا على منتخب الارجنتين عدم وجود يبالة فيها تشكيلة الرئيسية وعدم الاستعانة بإيكاردي حتى لو على مقاعد البودلاء وده على حساب يعني اخذ هجوهين على حساب إيكاردي فعليه علامات استفهام كتيرة جدا جدا اما المساكني لنخشى طبعا المساكني النجم التونسي المصاب اللي مش يكون متواجد في كأس العالم لكنه حريص انه يقاذر زميله من خلال المدرجات والتدريبات يوسف المساكني بيقول لنخشى انجلترا منتخب انجلترا غدا الساعة تمانية بتوقيت القاهرة أما حارس مرما تونس قادرون على لعب دور الحصان الأسود في المنديال يا رب ان شاء الله يفق تونس ويفق كل الاخوة العرب المشاركين في بطول الكأس العالم أما طبعا جولفين نجمه منتخب بروسيا سعيد باهتمام نادي برشلون الاسباني بضمه لكن معرفش هذا خبر صحيح لا لا لكن خبر منتشر على المواقع والصحف أما فابيو كابلو ميسي كلعب أفضل من رونالدو لكن الفريق الأرجنتيني لم يقدم العون لميسي كلنا بشكل كبير على ميسي مبارح لما قلنا انه هو بيفتقد الثقة مع المنتخب الأرجنتيني عكس ما وجوده في بطول مع برشلون طبعا ميسي في سنتين يمكن خسر بطولتين كأس أمريكا الجنوبية وخسر نهاية كأس العالم يعني ثلاث نهائيات فاعتقد ان ثقته بنفسه هو كمان كان أعلن أكثر من المرة أنه هو أو المرة الأخيرة أنه اعتزل دوليا لكنه لا تدخل رئيس الأرجنتين ما كانش ميسي يبقى موجود في كأس العالم 2018 هو كمان صاحب الفضل في تأهل منتخب الأرجنتين في التصفيات لمنديل روسيا 2018 أما ساوث جيت تدريب منتخب إنجلترا رحلة لم أكن أريدها ساوث جيت مدرب إنجلترا يتكلم على يعني ما كانش حابب أنه يدرب منتخب إنجلترا لكن الظروف هي اللي وضعته في تدريب المنتخب الإنجليزي لسا نكملين مع أخبارنا جمهور منتخب أسبانيا بتطالب إبقاء ديخية على دكة البودلاء والدافع بكيبا بدلا من ديخية كان عنده بعض الأخطاء لكن كل الناس بتخطئ وأكيد ديخية واحد من الحراس المميزين في العالم مدرب كرواتيا سنعمل على إرسال منتخب الأرجنتين إلى بلدهم يعني أعتقد تصريح فيه استفزاز شوية وكمان يعني منتخب الأرجنتين مش منتخب صغير عشان تتكلم عليه بالشكل ده مدريتش مباراة الأرجنتين صعبة وكرواتيا ستلعب بأقصى مال داية لتحقيق الفوز ده طبيعي جدا مش نجم راد مدد نجم راد مدد أما طبعا فيصل فجر لعبوا المغرب بتمسكون بالأمل في أتاهل إلى دور الثاني وعزيز بهادوز يطلب الصفح من الجماهير المغنمية المغربية بعد هدفه العكسي فيه شباك إيران يعني أكيد طبعا كل اللي تغطئ لكن انت ان شاء الله تتدارك خطأك وتقدر ان انت تقود منتخب المغرب لنتائج إيجابية في المباراتين يعني الغاية في أصحوبة أمام منتخب بورتغال ومنتخب أسبانيا أما طبعا طبعا قائد أستراليا أشعر بغضب من قرارات الحكم في مبارات فرنسا مبارات فرنسا كان فيها بعض الكلام يعني كان فيه بعض الكلام أو على قرارات اللي حكم ما خدها لكن فلاهو في الآخر تقنية الفيديو هي اللي بتحكم في الآخر أما طبعا روبيرتو مارتينز مدارب بلجيكا يبقى على كومبني ضمن قائبة المنتخب رغم الإصابة وكمان يمكن خبر أخير ليه علاقة ببلجيكا نكورتوها بلجيكا ليست أبرز مرشح للفوز بالمونديال عليها علامات استفهام هل ده يعني بنيم الجمهور أو بنيم الصحافة أو بنيم اللعيبة زي ما احنا متعودين من لعيبي كرة القدم ولا لأ لكن أعتقد أن بلجيكا واحد من المؤهلين بقوة ل طبعا كاس العالم وإن شاء الله يعني بلجيكا وإنجلترا تونس إن شاء الله وبانما إن شاء الله تونس تقدر تصعد مع إحدى أو إحدى التلات منتخبات اللي هيكون موجود بكده يكون خلصنا مع حضراتكم فقرة الأخبار هنروح لفاصل عشان نتابع تقرير ونسمع طبعا مباراة أو أراء الجماهير في مباراة مصر وروسيا اللي هتقام يوم الثلاثة إن شاء الله أو مباراة مصر وأرجوي الماضية والانتهت بفوزة الأرجوي واحد صف نروح نشوف نرجع نكمل